دعا الأمين العام للأمام المتحدة أنتونيو جوتارش إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وشدد على وجوب احترام المدنيين وحمايتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات قال جوتارش إن العنف لا يمكن أن يوفر حلا لهذا الصراع وأن المفاوضات التي تؤدي إلى حل الدولتين وحدها هي الكفيلة بتحقيق السلام داعيا إلى بذل جميع الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع حرب أوسع نطاقا وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دو جاريك إنه من المزمع أن يجتمع مجلس الأمن اليوم لبحث الأوضاع الراهنة في الأراضي المحتلة